أحسن الله إليكم يقول هذا الثائر عبدالله ذو الجزائر أرجو أن يشرح لنا الشيخ حفظة الله حديث لا عدوى ولا قيرة ولا هامة ولا صفة العدوى هي انتصال المرض من شخص إلى شخص من بدل إلى بدل والطيارة هي التشاؤم للأشياء وسوء الله لله التوجل وهذا الشيخ والهامة هي طائر يتشاؤمون به يسمى المومة إذا رأوه أو سمعوا صوته تشاؤمون به وهذا نوع من الطيارة أيضا ولا صفر كان يتشاؤمون في شهر صفة فلا يجرون فيه عقودهم ولا أشارهم تشاؤمون به تشاؤمون بالزمن وهذا أيضا نوع من الطيارة كل هذه أنواع من الطيارة وطيارة حراب ولا حقيقة لها وعلى المسلم يتوكل على الله سبحانه وتعالى وإذا وجد شيئا في قلبه من التشاؤم فإنه يجيله بالدعاء اللهم لا طير إلا طيرك ولا خير إلا خيرك ولا إلا غيرك اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع الشيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا ذلك فيذهب الله عنه هذه الطيارة من قلبي ولا يتنفذ بها أو يرجع عن ما قصد من أجل الطيارة قال صلى الله عليه وسلم الطيارة ما أمضاك أرد فإذا تفاعل مع الطيارة ورجع عن حاجته التي هم بها فهذا حرام عليه ولكن يمضي لحاجته يتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يلتفذ بالطيارة وأما العدوى فالعدوى تحصل بإذن الله ولهذا نهى صلى الله عليه وسلم عن إرادة المسح على الممرض يعني لا يرد إيد له الصحيحة على الإيد الموبوءة المصابة بالجرب من ذلك الوقاية والوقاية مأمور بها وكذلك إذا وقع الطاعون في بلد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه قدوم إليه ونهى من كان في البلد عنه خروج لأنها من ذلك الحماية والوقاية للأصحة فالعدوى تحصل ولكنها تحصل بإذن الله سبحانه وتعالى وقضائه وقدره ولكن علينا أن نأخذ أسباب الوقاية وأما النفي لا عدوى فالمرد نفي ما كان يعتقده الجاهلية أهل الجاهلية من أن المرض يعدي بنفسه وليس بتقدير الله وقضائه سبحانه وتعالى أو عقيدتها الجاهلية أو أعلمين التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لا عدوى أي على ما كان يعتقده أهل الجاهلية من أن المرض يعدي بنفسه منه ترجمة نانسي قنقر